في العاصمة القطرية حطت الطائرة حاملة جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى مستقره الأخير بعد اغتياله في إيران حادث وصفه مراقبون بالجلل أربك حسابات دولية وأثار ردود فعل واسعة اتسم معظمها بالذهول إلا أن أكثر ما تلاه هو افتراضات وتساؤلات حول كيفية حدوثه خاصة وأن هنية كان مقيما بدار ضيافة تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشأت في حي راق شمال طهران التصريحات الأولى من وكالة الأنباء الإيرانية أعلنت اغتيال هنية بغارة جوية استهدفت مكان إقامته قبل أن يعلن عن أن الاستهداف تم بواسطة صاروخين موجهين إلا أن وسائل إعلام أمريكية ومنها صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أن الاستهداف تم بقنبلة زرعت بمقر إقامته وتم إخفاؤها قبل شهرين تقريبا وأنه تم تفجيرها عن بعد بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته وما يزيد من التكهنات حول كيفية اغتيال هنية نفي واشنطن علمها بالعملية وكذلك عدم إعلان الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادث بشكل رسمي حتى الآن وكذلك أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بعدم التعليق على الاغتيال كما أكد المتحدث العسكري دانيال هاجاري أن الجيش لم يقم بأي نصاط جوي آخر بكل الشرق الأوسط في تلك الليلة عدى غارة استهدفت القيادية في حزب الله فؤاد شكر يوم الثلاثاء في الليل قمنا بهجوم في لبنان واختلنا فؤاد شكر في هجوم جوي دقيق لم نقم بأي هجوم آخر في كل الشرق الأوسط في تلك الليلة لم نقم بأي هجوم سواء بمصيرة أو صاروخ ورغم احتفال بعض الوزراء في إسرائيل بالعملية لكن كثيرا من المحللين اتهموا أيضا طهران بالإهمال والتقصير بعد استباحتها من جواسيس تابعين لإسرائيل وأمريكا ووصف بعضهم اغتيال هنية بأنه فشل لا لبس فيه للحرس الثوري الإيراني خاصة وأنه يضاف إلى سجل حافل من الهجمات الإسرائيلية في العمق الإيراني